بالنسبة للوحات ما في أي شيء يعني يثير اللوحات فيها رسالة الرسالة عن المجتمع وأنا قاعدة أعرض مشاكل موجودة في المجتمع ويعني قاعدة أقول إنه نفتح حوار نتكلم عنها لا أكثر ولا غير يعني ما قاعدة أتهم أحد بشي ولا قاعدة أحاول أثير أحد بشي هذا فن وأنا عندي حرية التعبير أن أعبر عن القضايا اللي أنا أشوفها محتاجين أتكلم عنها في المجتمع لا هذا مو شيء نحن نسويه بالكويت ما لا علاقة لأنا غالري خاصة والغالري لها كل تراخيصها ولها كل شغلها القانوني ما شيء والغالري عندها مجلس المجلس يقرر منه رح يعرض عندهم ويعني كان كل شيء أوكي ما في أي مشاكل من هالناحية وأنا مو أول مرة أعرض يعني أنا من 91 أعرض صار لي شمسنا الحين يعني عمر كامل قاعدة يعني كذا دكايد يعني يمكن عشرين ثلاثين سنة أنا قاعدة أعرض فهي مو أول مرة يعني أنا عرف البلد وعرف القوانين وأدري أن ما سويت أي شيء يعني ضد القانون أو ضد التستور بلعب 2012 تسكر معرض بالصالحية معرض لي شخصي بالصالحية وعلى نفس يعني نفس الاتهامات بس فعلا كانوا اللوحات هذولاك يعني فيهم جراء أكثر من اللوحات هذي لمالة 2020 وعشرين بس اللي أنا أشوفه غريب بالموضوع إنه من 2012 طبعا أنا منعت أن أعرض بالكويت فكنت أعرض عالميا بعدين من 2016 عرضت في الكويت وما تسكر المعرض ولا أحد قال شيء وظل المعرض ستة سابيع وكان معرض كثير قوي جدا يعني جدا قوي وكان يعالج مشكلة الألكوهولزم في الكويت ولكن الحين بعدها بأربع سنوات لما يتعرضت بعشرين عشرين ليش يريدي سكروليها ولوحات أحسها وايد يعني بريئة بمقارنة بعمالي أنا وشغلي أنا كالعادة يعني فما أدري يعني شنو هو السبب هالمرة هل إحنا رجعنا للأمام كحركة فنية بالكويت أو كمجتمع بدلا ما نتطور نتطور قاعد نرد للخلف ما أدري هذا الشي يرمز حق شنو بس في شي يعني صاير في المجتمع وفي القوانين وفي الحركة الفنية بالكويت ما العلاقة فيني أنا يعني أحس إنه شي طلاع علي أنا لأن أنا جرأت إنه أتكلم وتجرأت إنه أعبر عن بعض المشاكل اللي موجودة وتجرأت إنه أطرح بعض القضايا اللي ما حدي يبيتكلم عنها إنه إنتي شون يعني تتكلمين على هالشي ما المفروض تتكلمين على هالشي خليج ساكتة يعني أرفت شون أحس شديل وضع يعني مثلا أنا ما راح أسكت يعني أنا راح أضل لو حاولوا يسكتوني في 2012 ما سكت وأنا لاني سياسية ولا شي أنا فنانة يعني مجرد أنا قاعدة أرسم وأعرض واللي ما يريد يشوف لا يشوف وهذا غالري خاص ما هو محطوط بالأبنيوز والمارينة بمكان عام يعني هذا مكان جدا معزول وغالري خاص واللي يبيي له لازم يعني إياي متعمد يشوف عملي عرفت الشون ففي الحالة هذه اللي مو عجبة لا يشوف في أفلام بالتلفزيون أشكال وألوان اللي واحد يغير القناة اللي ما يبي يشوف ما أشوف الكويت منعتها نفس الشي للإنترنت كالشي موجود على الإنترنت وبصراحة يعني أنا اللي أقوله يعني الأشخاص اللي منعوا معرضي أتوقع أطفالهم اللي الصغار عندهم تليفونات موبايلات إنترنت موجود كالشي قاعد يشوفون فيه فما يأتي على هذه اللوحات هذه يعني لا أنا مو عدوانية يعني أنا حتى في 2012 ما رحت ورفعت قضية على أحد ومو هذا هدفي وما لي مهتم بهذه الأشياء لا لي مهتم بالسياسة ولا مهتم بالأشياء القانونية هذه يعني أنا فنانة وعرضت قضايا أحسنة موجودة موجودة بمجتمعنا ولازم نتحدث عنها إذا نبي نتطور كمجتمع إذا نبي نتطور كبلد تشوف البلدان اللي حوالينا كلهم قاعد يتطورون وإحنا كل شوية ندرج للخلف بسبب هالأشياء هذه اللي أنا أحسها بصراحة يعني ما لها أي منطق وليش أغير صور يعني ما في فنان في العالم رح يرضى هالكلمة هذه إن أنا أغير عملي أو أغير شي بلوحتي علشان أحد معاجبة مستحيل لا يعني أنا أرفض الجملة الثانية بصراحة لأن أنا يعني العمل مثل ما قلت بالبداية ما في أي شي قوي له الدرجة ويعني أنا عرضتهم على الإنستغرام لا أنا أحس أكيد إن الصور فيها إبداع ويعني أنا مو لازم كفنانة أتكلم عن عملي الناس تتكلم ويعني اللي يشوف اللوحات يقدر يشوف إن هذا فن وأنا حطيت اللوحات بالإنستغرام عندي بالأكاونت مالي عشان أبين للناس إن اللوحات ما فيها شي زود ولا فيها شي لها الدرجة يعني وبصراحة يعني أنا ما لي فاهمة شنو هالنفوس الضعيفة اللي تهزها لوحة لها الدرجة يعني مو معقولة الواحد قيمة ومبادئة تهزها لوحة بسيطة فيها مرة قاعدة ولا فيها بطل شفاف يعني اتهموني على موضوع الشرب اللوحات فيها مثلا بطل هدف يعني ما قاعدة يشوف إن الرموز يعني أنا كفنانة شنو أقصد الهدف من هالشغلة هذي إن الشخصية اللي موجودة باللوحة أخذت أسرارها وأخذت أفكارها اللي ما تقدر تتكلم عنها وحطتهم داخل الزجاجة هذي بس الزجاجة شفافة معنات المجتمع عارف يعني أنا قاعدة أخش شي ولكن الكل يدري عرفت شوفه فيه فيه عمق بالرموز اللي موجودة باللوحة يعني هذي رمز واحد من الرموز مئات الرموز اللي موجودة باللوحة الواحد إذا يدقق ويشوف كل شي أنا حطتها كل رمز له معنى معين يعرف شنو معنى اللوحة بس الناس يعني تشوف فريل أو تشوف بطل على طول قالوا فساد للأسف